السلام عليكم مزول فلاوين أول حاجة أصبحنا وأصبح الملك لله سوف نبدأ هنا نفتح الفولي نحل الفولي بش نشوف إذا كان الشميسة ولا الجو مغيم ولا كان الأمطار صراحة أنا قبل ما ندخل الكوزينة نصبح نحل الفولي ونشوف إذا كان الشميسة ولا كان البرد ولا كان ونحن نعرف وش نطيب وش نوجد اللغذة التاعي أول حاجة ما كان عندي والو في الدار خممت بوشي راح نستقاه وزيت الخبز البيت تاعة 3 يام و 4 ايام حمصتو في الفور قطعتو دي غوندال كي ما راكم تشوفو وحمصتو كان عندي زوج حبات بوردوقال وحبة موز قطعتهم حطيتهم فلاسيات كان عندنا زبدة كي ما قلو لها بالقبيلية الدهان حطيتهم على الطابلة وطيبنا القهوة والحليب الأولاد كانوا يغسلوا وجههم كي نضو الصبح أنا وجدت الطابلة ووجه وقعدنا كيف كيف وصف قهوينة الجود كي ما قلو لك بالموجود ما لازمش غير الكيكة ولا نقاطو ولا لازم ننشروا لكم فيديو ولازم الجود بالموجود باللي كين في البيت أي حاجة تكون متواجدة في البيت ممكن خاصة نهار جمعة والسبت الويكند ولا في العطلة تقدروا توجدوا أي حاجة باللي عندكم كنت حابا ندير كيكة ولا قلت الله ما نديرها لازم الخبز البيت ما نرميش ولا ندير الخبز اللي غون دير هذوك الخبز البيت كي ما كانوا يمعه ومهاتنا وجداتنا بكري يديروا هنا كملنا وراني نجمع في الطابلة طبعا وأكيد البنت يساعدوني وروح نروح ندخل للكوزينة نشوف واش راح نطيب على بركة الله كي ما قلت لكم سبق دي جا ودرت لهذا الخبز دير هذو بالبيض درته على طريقتي بالصحة موالفين نديروه بكري ونعسله في الاخير ما شاء الله نقليو الخبز البيت مع البيض في الزيت تروعه ما شاء الله تعرفوه كامل وموجوده عندي في القناة إذا حبيتوا تضربوا نمسحه طبعا الطاولة أول حاجة لازم نقوها كامل ونخلو الطاولة المنظر بتاعها باش ما تقلقناش نبدأ أول خطوة ندير شوية زيت زيتون كي ما ولفتكم يقدر ملعقة أكل وعندي اللحم أي حاجة عندكم عندكم الجاجة عندكم بقري ولا غلمي ولا الموهم خلوه يتقلى شوية طبعا إذا حبيتوا المكتعكم تحافظ والخضر بتاعكم تحافظ على القيمة الغذائية بقريتها كاملة لازم تطيبوا المكتعكم على نار ضعيفة باش ما تمرقوش بكمية كبيرة تعلما ولا تحرقوا القدرة وتضطروا تضيفوا الزيت هنا قدرت الرند وعندي بصلة كبيرة مقطعة كاريات ثانيك ثوم ثوم حشيش ما كاش عندي ثوم الأخر تقلى وزد تقلى وشوية ضفت له هكذا ك حباتين قطعين جازر ولا حباتين جازر ونضير هنا ربطها ربطها مليح تعل مع نسو القصبر إلا عندكم ثانيك الكرافس الشربة الحريرة الشربة الفرميسل تحبل بزاف الكرافس درت الفلفل عكري الملح راس الحانود وشوية كاري نضيف ثانيك سوستومات طماطين مستبرة هذا كاري نخلط الكل طبعا خاصة لي عندها دراري صغار وما يكلوش الخضراء إذا عندكم القورجة تقدروا تضيفوا واحدة قورجة تشوفوا هنا ما شاء الله لكل تلقل المتاعو يتقلوا خليتهم ساعة كاملة وهما يتقلوا هكذا كنروح نضيف حبتين بطاطا ثانيك ونخليه ثانيك يزيد يتقلوا وهكذا نخليهم واحد ربع الساعة يزيدوا يتقلوا غير على نار ضعيفة جدا هنا نضيف لفا بوتاي درت له الجافيل والخل وشوية ايزيس بديت نحك فيه نعقمه قبل ما نبدأ نصل المواعن المواعن اللي بينسيغلي بريباريت بهم القهيوة الفناج الكامل وثانيك هذوك الإزاسيات اللي حتت فيهم الخضراء كي طيبت الماكلة يعني كن طيب الماكلة نستعمل بزاف الإزاسيات نقطع الخضراء ونحطهم داخل وكي ما قلتكم درت معاكم ديجا روتينات نحط الكيروانة ولا الباسينا هكذا باش نحافظ على الماء من بالذرش الماء نصل في هذك هذك الميكرو فيبر مشا فتعي ميكرو فيبر هايلا نشوف بل بزاف طبعا كل واحدة وطريقتها بس احبرك فيديو فقط روتين للتحفيز انسى يحبوا الروتينات يحبوا التحفيز انا الرغوة نخليها هاكذا كل ما تزيد حاجة عندي نخص لها تمتم ما نخليش حتى يكون عندي بزاف مواعن ونعود حاصلة فيهم ونكون عيانة هذي طبعا طيبة فيها الحليب راكم عارفين لازم نحكوها لحكاكة الحديد ولا كيفش يعطوها تعقينوك سولا ماشي نحكاك تعلموها عن الطبيعية هذك زي ما هذك تعال اينوكس ماشي طبيعية شوفوا هنا نقصت الحنافية وراني نغسل فيهم طبعا ما كانش اللي ما تعرفش تغسل نموعه بسح باركل لمجرد التحفيز وشوفوا المهنية اللي استحفظت عليه ومرميتوش ما رح ليش هدرا كي ما يقولوا نمسح كامل لفايونس نمسح البلايس كامل اللي متشمخين بالماء ونزيد نمسح البلايس هذي ثاني كنمسح يعني البوتاجي طاعي كامل نجوز عليه قبل ما نجوز انطيب الكسرة ان شاء الله برك هذا الروتين يعجبكم اذا عجبكم اكتبوا لي طبعا ما تنسوش تعليقات وما تنسونيش بالجام تشجعونا شوية والبنات اللي تحقوا معايا عن جديد نقولهم مرحبا بكم دار داركم شرفتوني ونورتوني وراكم شايفين هنا تقريبا كل شي طعب ضوك ما بقالي غير نمرق نمرق بالماء السخون طبعا اللي بناتا تقريبا طب كلش نمرق باشوا ببعض الناحية للرند والناحية ربطت المعد نسو القصبر واللحم ونميكسي كلش بالميك بالميكسوق تعال بغام هنا عندي كمية مسميت نضيف عليها الخبز البيت ثاني كشم خطوف الماء قدرت شوية ملح عفوا خميرة الخبز وشوية زيت ندير غير شوية ما بس كأصلا ديجا الخبز ارهم شم خبل ما وسبقوا درت معاكم الكسرة بالخبز البيت درتها بالتفصيل المهم في القناة تقدروا تشوفوها راح نحط لكم رابط تاعها في صندوق الوصف مع رابط الخبز البيت ثاني في المقلق مع البيض نحط لكم الروابط هنا بعد ما طاب لي كلش نحيت لحم ونحيت الرند واللحم ما حبيتش نرحيه حبيت نخليها كذك مرسوات ضفت عليها ميكسي تقبل كلش وضفت عليهم الشعيرية شربة شربة فرميسال نخليها ترفض الغليام ونتخدهم كانت الكسرة الطيب وثاني كان لكم تشوفوا في القصعة التاعي أغسلتها تم تم ولمواعن البيت ما كملت الكسرة لمواعن التاعي كانوا نشوفوه كامل دوكم نستفوهم نرجعهم لبلايسهم هاي شربة الدويدة التعيدة ولا شعيرية ولا نحنا نعيط لها شربة فرميسال شربة فرميسال وهي الكسرة ما شاء الله من أروع ما يكون وراكم تشوفو الشارجور تاع الكاميرا وهنا كنت نوجد روحي باش نروح كنت على معزومة كنت معروضة لا فامي واحدة من العائلة زيدت وكنت هنا مزروبة في فريمون كنت نجري باش نوري لكم كيفاش خرج كنت نجري وممتون وجد روحي هكذا يد نسجمون وجد روحي ويد في الكوزينة خرجت لي من أروع ما يكون هذي الشربة المفضلة عند ولادي هذي الشربة المفضلة عندهم ما فيهاش ما يبانوش شادوك الحوال كامل اللي درتهم صدقوني ولك السراع ما عندي ما نقول فيها يا لبنات غير تذوب شوفو كيفاش تذوب في اليد قبل الفم ما شاء الله وم بلوس دوسا تربحو الأجر ما ترميوش الخبز بتاعكم خاصة البيت ولي حتى وين كان كل حجر ترتبوه في الماء وتستعملوه إلا حبيتو تشوفو الفيديو تشوفوها طبعا في صندوق الوصف الآن ما تنسونش بالاشتراكات والجامعة وتفعيل الجرس ليزيلكم كل جديد في أمان الله